البرد الجنسي اليوم هو أسباب من أسباب الطلاق حتى واحد ما ينسلك بجاه ربي يقول لك فهمتني يوحيكا على كروشة مو عني ننسيه سيدا باش ننسي مو عني ننسيه ماشي انا عملتو في ياجراء للرجال ومعملتوش لننسيه صراحة كان نلقى في ياجراء للمراه ماشي له نعمل كريدو ناخذها لاختي فهمتها انو مو خلني نحرق لها مش عافي شنو رابوت انا قولو انا على فهم جديد كباش تبوز وكباش تعمل انو انتي معانيت يعني مانا كانت مرتك كان عندها برود جنسي مش كان مازال عندها برود كان عندك حراب شهدي ولا نحكي منك بالرسم كباش تصرفت يعني كرتيت مرتك باردة جنسين كباش تصرفت معك؟ تصرفت بتصرف اوروبي عندي اكسبريونسة متاعي نعمل له حاجات بتصخن يا ودي شو سلافين دي هو بدا يعاني منا سلافينش راجلة لحي تكين بباصر فسلك سعيد تحسبيه كانش يناوين ده هو هو ما يزم يكلمونه في القرآن فمشي حل للمرأة باش تسخن في الليل شوفونا اخوه بالقرآن بالإسلام اي يد ديناه الدينة ما وحغاتي هاني كل روح نروح للمرأة فاعملني؟ باش النهر يسواجباتي للرجلي إنسان يقولون بجاه ربي برحمة بوكم كان احنا عشرة ملايين ملايين عشرة ملايين تواسة وانتو مراكم خمسة ملايين ولا ستة ملايين حسوا يوبينا انا نعانو نعانو من برود الجنسين تاعكم خلوقنا بردد ناخد مكان عليكم اغرج الصباح يروح نصف الليل كان بني كان خدام كان بيال كان المدير يروح للدار لش مروح؟ مش يوكل ناجح؟ عادي يمشي بالمرشي مروح للمرأة المرأة يلزمها تدفى الدار تحط شوي مكياج تحط شوي بارفانيت رحتها ثوب قلنا انت مع النوس مدارس يقريوهم الجنس الجنس كميش المرأة تتعامل مع رجلها في الجنس يعملون لهم بوبيات يعملون لهم أخشاب يعملون لهم حاجات يعملون يرجيها لأخي مش مشكلة عندي ليلة المرأة يخلها متعلمة وقد نعلم فان يحصان ما عندش وقت ساد انا بصراحة صراحة الحاجة الوحيدة ممكن بيبنك بيش ملك ذيبش على مرتي عاليش فاع عندها حاجة مؤسسة موجودة انها اول مرة تجيب حذية تجيب الكوجينة تجيه تدوش وتبرفن وحط برفها حلوة وتحط مكياج حلوة وتحط كذا وحطة هي باردة ها اكل برود هذيك ما نحسش بيهن داعت ميقد مروح فانتني انا مرأة عاد ريحتها فلفل وطماطم ومقارون وتزيد يدي بتجيب جمه في السرير تقول لي يا أخوي شو قولك حاجة قبل لي مش يقصد ربيك هذي تقول دابوز القاس فارغت طيح لأ مانيوها 40% من الكنسنتراسيون هو عادي ياكس وتقول لي فوترة الناء هكا راجل يسالك فلوس جاء همس انت عايشها مو فمها يا شخوها ثم المعاملة ثم المعاملة ورجي لازم ينتقوا في تونس ويكتب وكل توا كل واحد عنده سحبته هكا لحيتة عنده سحبته ناء منش لي معليه القرآن كان عندكم طريقة بالنسبة لجماعة النهضة سحبتون لكنها سحح تلكم و و كيفاش يقولوا فكل الاتخابيات انت خوابتا امش ييبدو بي؟ انت خوابتهم اعلى الساس بيش بضاي يفلم علي وبقوله يخطب هده يكون هذه بتينيش كنروح فلين حمرتتها فيقول له مش لاخدوا ربعة يا شيخ سايب اللعب سايبهم التواسخ منقتنا طه انت كنت عايش في الامجليكتير زي امها كلن رب يديك فهمتني واكتبنتاجة كحلوين طيب عثم التركة شعلت المعر فهمت الناس عايشة غادي جيك لهني أحسرتنا صحيح هو أنه البرود الجنسي اليوم هو سبب من أسباب الطلاق آي صحيح ما كتعف بعد ما عرس وكوب لعرس وكل متى بريود متعفيان ساعي وكل متى تتقام مزيل ومقولوا احنا جون وكل وفهمت حكاية برشة رومانسية وحكاية من بعض العرس تبادل الحكاية فهمت بلس كنت خلفها بيبي الحكاية وكل معت المرأة بشوالي لها بولدها أكثر وكل معت ومعت الراجل بشي تيخذ من وقت وفهمت وكل سيبغسلاء معت توالي معاش لها برازيلا وكل معاش يوالي فهم جنس معت وكل برشة وكذا وسيبغسلاء معنا يبدوا لبعضهم بشي 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 بل انتكبر معتال ديستانس بين يتم وكل قولوا نحنا اللي تسمى الكوب لقلوا نحنا امور جنسية معنا فهمت العلاقة كونها نحن الراجل دي ما يسعق المبه هيا مخذف الخاتر الراجل كما قولوا نحنا يلزموا كل مدلل شوية فهمت تفهم فهيا وزادة قولوا نحنا زادة المراه يلزمك أكتي الغليل زادة يلزمها تكون مثلا بيروحها معنا عند الله وبروح اختي ترجمة نانسي قنقر